أنا لي تعليق بسيط كده على اللي حصل ماتش اللي فات طبعا كلنا كل زعلانين ومن حقنا كجماهير أو من حقنا كأي واحد منتامي للنادي الأهلي يزعل بس أنا عايز أقول له حضرانكم حاجة برضا أنا حسيتها طبعا لأن أنا كنت لعيب في يوم الأيام في النادي الأهلي مش عايز الجمهور يكون قاسي جدا كده بالشكل ده على لعيبة النادي الأهلي اللعيبة دي أما فرحتنا لأ إنما لما تخسر ماتش آه حنزعل وحننتقد وحنقول كان لازم يحصل كذا وما كانش لازم يحصل كذا معلش بس هندعمهم وحنفضل وراهم مش هنكون قاسيين عليهم لأن إحنا من قبل الماتش ده كانوا أبطال قبل الماتش ده كانوا أبطال قبلها بماتشين كانوا من عظماء العالم لما جابوا ثالث برونزية لكاس العالم دي الثالثة للنادي الأهلي كاس العالم الأندي خلي بالل حضراتكم بعض عايز يعمل بلبلة وخلاص عايز يعمل بلبلة فريق وخلاص أنا شفت مثلا فيديو لمحمد مجدي أفشا هو الفيديو ما فيهوش حاجة على أفشا ولكن هو فيه واحد حاول يتربص بأفشا حاول يستفز أفشا وبيصوره وأنا شفت أنا شفت بصراحة تصرف هايل من محمد مجدي أفشا هو عمل كده يعني اسكت ما تتكلمش هو الثاني بيقول له لازم كنت تلعبها مش عارف ازاي بدل ما تلعبها كذا يعني هو في الظروف اللي زي ديك انت أهلاوي وزعلان ومتدايق أنا عارف بس كمان لازم تراعي ان الراجل ده متدايق زيك زيه وأكتر كمان اللعيب ده لعيب النادي الأهلي لعيب النادي الأهلي اللي بيلبس الفنينلة الحامرة وبيطلع متعادل ماتش لا مش متعادل ماتش وبيطلع متعادل ولا خسران في تقسيمة الماتش في النادي قبل الماتش بيبقى يعني مش شايف قدامه تقوم حضرتك بتتربص به وتستفزه وبتصوره علشان تحطه بعد كده على صفحات سوشيال ميدي هو طبعا على عيني وعلى رأسي جمهور النادي الأهلي طبعا ده يعني مش عايز أقول على عيني وعلى رأسي ده هو ده نمرأة واحد إنما حضرتكم اللي بيعمل كده لازم يقدر إن اللعيب برضه في ظروف صعبة جدا 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 ومضغوط وزعلان وطلع أرفان من اللي حصل وخسران على ملعبه فأنت تعب عن من جواه خلاص حيموت حيموت إن النادي الأهلي خسر حيموت إنه هو ضيع فرصة حيموت إنه هو يعني كان نفسه يعمل حاجة ومعملهاش فأنت لازم ترقى يشعوره اللعيب ده أو اللعيبة دي من أسبوع كانوا يعني مفرحين فرحة غير عادية إنت جمهور النادي الأهلي اللي تعودنا اللي تعودنا عليه من جمهور النادي الأهلي وأنا عارف إن اللي حصل ده ممكن يكون حصل من واحد غير مقصود ولكن حتة التصوير يعني إنه إحنا كلنا كنا زعلانين لو إنت عايز تدعمه بقى معلش يقفش للقاء الماتش الجاة تتعود المرة الجاية إن شاء الله بإزدنات حطها في الجول مفيش مشكلة إيه يعني خسرته ماتش ما إحنا خسرنا بلكده وطلعنا التاني وخدنا البطولة سنتين وارباء يعني فيه كلام يرفع الروح المعنوية وفيه كلام يستفزك على فكرة يمكن أنا سمعت في الموضوع دوت كلام لميدو بيتكلم عن محمد مجدي أفشا فبيقول محمد مجدي أفشا في التصرف ده في التصرف ده كان مهذب جدا 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 اللي عايز أقول لميدو دي طبيعة لعيب للنادي الأهلي دي طبيعة أي واحد بيلبس الفنيلة الحامرة دي طبيعة أي لعيب جوه المنظومة بتاعت النادي الأهلي هو ده الرد دي طبيعتنا كلعيبة نادي أهلي لا بنتجاوز ولا بنطلع بنخرج عن الحدود ولا حد بيغلط لا هي دي طبيعة النادي الأهلي فأنا بقول لجمهور النادي الأهلي العظيم اللي احنا تعودنا منه ان هو على الحلوة والمرة وعلى المرة قبل الحلوة معنا اللعيبة دي ما نبقاش قاسين في حكمنا على اليوم قوي وارد وارد انك تخسر وارد انك تخسر على أرضك وارد ما هو حصل قبل كده وحيحصل ما فيش حد في الكرة بيكسب على طول أعظم الأندية العالمية كله بيخسر يوم احنا مش موفقين فيه والدليل ان احنا عملنا مباريات أقل من كده وفرص اللي قتيحت لنا أقل من كده وكسبناها وكسبناها ولكن الظروف مباراة حصلت فيه أخطاء أكيد فيه أخطاء فيه معالجة للأخطاء أكيد دي مهمة المدير الفني إنما اللي عايز أقول لحضراتكم ما نبقاش قاسين قوي قوي كده على اللعيبة ما بين يوم وليلة كانوا نجوم وبعد كده ما بقوش نجوم خلاص نزلوا لتحت خالص لا أي حد بيلبس فنيلة النادي الأهلي نجم حتى ولو كان صغير مجرد ما يلبس فنيلة كلنا كده كلنا ومجرد ما بنلبس فنيلة النادي الأهلي بقنا أكبار بقنا أكبار بتوفيق ربنا بدعم الجماهير بالروح اللي بتدهالنا الفنيلة الحامرة بالمنظومة اللي حوالينا منظومة النادي الأهلي اللي هي بتضاهي يعني مش عايز أقول أعظم الفرع العالمية ولكن هي فعلا كده فما منبقاش قاسين قوي على اللعيبة زعلنين من حقك تزعل من حقك تزعل إنما من حقنا الفترة المضغوطة ديت ولو قلت لحضراتكم الجدول أو الجدول المباريات بتاعت اللعيبة دي في الفترة اللي جاية انت هتنهج من غير ما تعمل مجهود يبقى أنا أنا واحد من مشجيع النادي الأهلي دلوقتي بقول اللعيبة دي أنا وراكو هدعمكو طبعا والجهاز الفني طبعا وبقول لهم شكرا احنا وراكو في الحلوة والمرة وراكو لأن انتو بتمثلوا النادي الأهلي أكبر قلاعة رياضة في مصر والشرق الأوسط وبعدين إيه اللي حصل خسرنا مباراة صحيح مش متعودين على الخسارة ولكن دي كرة وما زلنا في المنافسة وما زلنا في المنافسة بقوة إن شاء الله وإن شاء الله لو تفتجوا حضراتكم السنة اللي فاتت الموسم الماضي والموسم اللي قابله احنا تلعنا تاني مجموعة في دور المجموعات تلعنا تاني مجموعة ومع ذلك قدرنا نحسم اللقب ومع ذلك قدرنا إن احنا نروح كسر العالم الأندية وكمان خدنا في المرتين اتنين برونزيت كسر العالم إن شاء الله إن شاء الله بقدم دايما المشيئة وبحب إن أنا أكون متفائل دايما آه في بعض الأحيان بكون قلقان ولكن القلق ده قلق صحيا إن شاء الله نقدر نحسم اللقب التاني إن شاء الله لصالحنا ويكون اللقب رقم 11 في تاريخ البطولة للنادي الأهلي إن شاء الله نحاول نزود من أرقامنا القياسية اللي احنا تعودنا عليها وتفردنا بيها النادي الأهلي بيحطم أرقامه القياسية وفي ناس يعني بتقول لي ما بلاش كل مرة تقول لا أنا أنا بقول الحاجة غلط أنا بدعم اللعيبة لما أجي أقول أرقام أو حقائق أنا بقول أرقام حقيقية النادي الأهلي بيحطم أرقامه القياسية إن شاء الله خلاص خسارة ماتش عدى الماتش خلاص